سنشرح الأقاليم المناخية والنباتية طبعاً قارب آسيا بحكم مقحة الفلكي اللي هو من 11 درجة جنوباً إلى 38 درجة جمالاً عطاه فائمية القارة الوحيدة اللي تميز بوجود جميع أنواع الأقاليم المناخية يعني من الأقاليم الاستوائية الحارف في أقصى الجنوب إلى الأقاليم التجمدة في أقصى شمال تنوح كبير جداً في الأقاليم المناخية التنوح هذا؟ ليش تنوح أقاليم المناخية والنباتية؟ وعلينا في منقع الفلكي نعلم في أول قريم الاصترائي والاستوائي والي plaisك إلى الأقلية في أقلية على أقلية المناخية وعلى أقلية قريمة للعقالية نركزني فقط نجيل إن حدثت موقع البلроде عاكس قارة أفريقيا. لأنها تكرد مواقع فلكية للأقليم في قارة أفريقيا. نحن نديره أن كل أقليم من هذه الأقليم ردوا على قارة أفريقيا لتأخذ الموقع الفلكي لهذا قليل. فنرى أن أعطيك موقع جيغرافي ليس موقع فلكي. فالأقليم الإستوائي والشمع الإستوائي نحن عرفناه من درجة أو الموقع الفلكي بالنسبة لقليم الإستوائي وهو من 0 إلى 8 شمالاً وجنوباً. قارة تميز أنها إشمالاً وجنوباً منذ لدرجة أو أحد 9 شمالاً وجنوباً ثلاثة 8 شمالاً. أعطيتك للموقع الفلكي وهو من شمالاً وجنوباً وجنوباً. مجموعة المواقع التي يقع فيها نمواقع الجيغرافية أعطيتك مجموعة الجزر الجنوب الغادية إلى أندونيسيا وهو نفس الخصائص للإستوائي في قارة أفريقيا. لم تأتمنى لك حلالة طول العام، وأنطار غازير طول العام، وردوبة عالية طول العام، وهو خاص بكرة فقارة أفريقيا أعطيك نوع النبات هي نفس النبات الموجودة فقارة أفريقيا كأقليم استوائي نفس الخصائص المناخية هي نفس الخصائص النباتية عندنا نبات المطاط الأبانست وزيت النخيل والككاو والموز هذه المنطقة من أكثر مناطق التي تميز بتركيز سكاني في هذه المنطقة معظم سكان هذه المنطقة باعتبار أنها منطقة تتميز بكمية أمطار كبيرة جداً خاصة أن تصل الصيف تتميز على الزراعة في هذه المناطق وزيلة معظم هذه الأغلبات وحلت محلل هي الزراعة النقدية مثل زراعة الأرث والذرة والبن والشيء والتبق هذه بالنسبة للأقليم الموجودة هنا وهو الأقليم الاستوائي والشبه الاستوائي الموقع الفلك التاعي الموقع الجغرافي وموقع الفلكي من ثمانية في الشمال والثمانية إلى الجنوب الصحراوي القليمة الثانية هو القليم الصحراوي القليم الصحراوي نقل فيها على الأقليم الأقليم الاستوائي وشبه الاستوائي متاخم لأقليم المداري نفس الخصائص المداري من قارة أفريقيا يتقليل للقليل بالصحراء في قارة أسيا. أسيا قيمها بالقارات التي تميزها الحب من الصحارة. فيها صحارة حارة في جنوب القارة وفيها صحاري متجمد في شمال القارة. عرفنا أن نوع الصحارة الحارة هي صحارة شبه جدولة عربية صحراء لوت صحراء آخر سيكون صحاري حارة. أما الصحراء المتجمد والصحراء هي القرية وهي الصحراء جوبي. يظهні انواع الصحاري أنه صحراء جوبي هو عبارة على صحراء باردة. صحران بريدة. طبعا. خصائص القليل اللي هو الخار؟ هي تميز بارتفاع درجة حرارة اثناء نهار والان خفاظ عثنا الليل. يعني تباين كبير في درجات الحرارة. على س组 cupsل الصيف سيكون شديد الحرارة فصل الصيف. اثناء النهار وبردا اثناء الليل. برضو في فترة الاختلاف بين النهار والليل أعطت تنوّع فيها التباين الحراري نفس النبات الموجودة في قارة أفريقيا يتحايل على الجفاف وعندما تعرفنا كيف يتحايل عليه يما في كل أوراق صغيرة يوجد طبقة شمعية على الأوراق أو بمد جذور داخل التربة النبات الموجودة فيها النخيل ويزرع القمح والشعير في منطقة شبه الجزيرة العربية أقليم البحر المتوسط طبعاً أقليم البحر المتوسط سوف يمشي معنا إلى آخر القارات يقع في جميع القارات وهو أقليم البحر المتوسط باسم قارة أسيا يقع في غرب القارة يتميز هذا الأقليم أنه حار جاف سيفاً في منطر شتاء موقع الفلكي منذكرة لك في قارة أسيا ومنذكرة لك في أفريقيا وهو من ثلاثين إلى أربعين درجة شمالاً هنا بالنسبة لقارة أسيا شمالاً عكس الطريقة هناك شمالاً هو جنوباً عديقة طبعاً نوعاً للغابات التي فيها دائمة خضرة أشارها وهو الفلين المطاط الأرز هذين اللغابات الموجودة في الحمضية فعاماً بالنسبة لغابات اللغابات الفلين الموجودة في قليم البحر في مدوسط في قارة أسيا نجول الأقليم وهو المعتدل الدافي القليم الضوية أو الضوية الأقليم الصيني قلماً لينما تعرفنا أهلاً وفي أفريقيا قليم الصيني دائمة الأقليل في الشارق القارات فلا تردأ الضوية حيث عبارة عن حارات Wa mots ليسى وق spot الضوية فالإقليم الصيني المكون قد يتم ف smileing اللغابات ساخلية نخلق engo ووسط الصين جنوب ووسط الصين وجنوب اليابان وكوريا طبعاً هذه الدول ستدرج معنا في معظم الأقلين ولكن اختلاف الموقع عندنا هنا هو الأقليم الصيني يقرح في الجنوب هنا في جنوب في أي دول هي الصين وجنوب يابان والكوريا كيف يتميز؟ يتميز باحتدال الحرارة صيفاً احتدال الحرارة صيفاً دافي الشتاء نفس أقليم اللي هو الصين في قارة أفريقيا هو يتميز باحتدال الحرارة صيفاً وداء في فصل الشتاء وأمطار طول العام سواء كان فصل الصيف أو فصل الشتاء نوع النبات اللي فيه هو الأجار اللي فيه هي النفذية المقصول كمه النفذية اللي تنفذ أوراقها كل عام وكذلك أشجار دائمة خضرة يبقى فيها نوعين من الغابات غابات نفذية وغابات اللي هي دائمة الخضرة مثل الكافور والخيزاران ويزرع في القطن والذرة صيفاً هذا باسمه اللي هو الصين سنذهب لأشجارة الكافورة يتميز بها هذا الأقليم عندنا أقليم الموسمي بدنا نتدرج ونحنا من اختلاف درجة الحرارة كنا في أقليم حارة بدنا في أقليم محتدنة نبدأ في الأقليم الموسمي لكن الأقليم الموسمي يتمثل فيه الهند والهند الصينية كدول في الهند والهند الصينية وجنوب الصين وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية شديد الحرارة وغزير الأمطار أمت فصل الصيف بسببه بالرياح الموسمية القادمة من المنحيطين وتنمو فيه الغباط المطاط وجوز الهند والخيزران هذا هو الإقليم الموسمي عند الإقليم الموسمي هذا كلها أقليم حار عندنا الإستوائي يجب الإستوائي الصحراوي المتوسط بدأنا في الاحتداد بين المتوسط والصيني بدأنا في الموسمي وي Bast créerه النوع من الغباط المحتدلة أو الأقليم المحتدلة يتمتع في الهند الهند الصينية جنوب الصين وجنوب غرب شبه جزيرة العربية شديد الحرارة وغزير الأمطار بفصل الصيف بسبب الرياح الموسمية وتنمو فيه غباط المطاط وجوز الهند والخيزران نبدأ في الأقليم الباردة هو الأقليم الموسمي البرد يبدأ لنا أقليم موسمي وعندنا أقليم موسمي بارد موسمي بارد نرى المناطق في الصين وفي الهند وفي الجنوب نحو الشمال يبقى الموسم البارد في شمال الصين واليابان وكوريا محتدل حرارة صيفاً نحن كنا نتكلم عن أن الصيف يتميز بغزاة أنطار يبقى هنا أن الصيف حرارة محتدلة منطر شتاء وبارد وترمو في الغابات السنوبرية أو المخروطية من أهم أجارها السنوبر والساروة الشربين يبدأ من قليم الموسمي يقليم بارد موسمي بارد موسمي بارد بدأت أن تلقب في درجات الحرارة في شمال الصين واليابان وكوريا محتدل حرارة صيفاً ممتل شتاء وبارد وترمو في الغابات التي هي الثنوبرية أو الغابات المخروطية أو الغابات الإبارية عند أكثر من تسمية وعند من أشهر أشجارها هو الثنوبر وساروة الشربين عندنا أمزلة معظم هذه الغابات وهو الزراعة النقدية وهو مثل القمح والبطاطا والعنب والشفان وطبعاً نوع الحيوان في هذه المنطقة حيواناً ذات الفراء التي تحمل الخفاظ في درجات الحرارة خاصة في قصل الشتاء على ذلك وهو أشجار والخيزران وهو موجودة في هذه الأقلي الأقليم القاري وهو أقليم القارة أقليم القارة كل قارة عندها أقليم خاص بها فنشوفنا كيف نحن قلنا أقليم الاستوائي بالنسبة لقارة أفريقيا هو أكبر الأقليم رح نشوفنا هذا أقليم القاري البارد هو أكبر أقليم لأنه أكبر مساحة فنشوفنا هنا هو يقع في وسط وجنوب سهول سيبيريا وقع مساحة كبيرة جدا شتاءه طويل اعتبار أنه أصلا منطقة سيبيرية منطقة سيبيرية شتاءه طويل شديد البرودة تنخفض في درجة حرارة خاصة فصل الشتاء إلى 40 درجة تحت السفر صيفها قصير ومنطر محتدى نسبيا تنمو فيه الأشجار التي هي المختلطة ما بين السنوبرية والنفضية نجول إلى الأقليم الموسمي البارد أقليم الموسمي البارد آخر جزئية في الأقليم المناخية والنباتية في قارة آسيا وهو الأقليم القطبي الأقليم القطبي يقع في آسيا في أطراف شمالية من قارة آسيا في منطقة القطبية يتميز بسرود البرودة معظم أيام السنة ونادر الأمطار لأنه أصلا في الطبيعة هو منطقة متجمدة منطقة قطبية ساقط الثلوج وقليل السكين وتنمو فيه هي الطحالب والفجارات القصيرة في أطراف الجنوبية وبعض المتات التي هي في هذه منطقة تغطيه الثلوج بكميات كبيرة جدا تعيش في هذه منطقة هم بعض الحيوانات التي هي ذات الفراء وخاصة الحيوانة الرنة وخاصة الحيوان الرنة هو القليل من موقعا وهو يبدأ من دائرة تعرض 66 درجة ونصف إلى دائرة تعرض اللواء تسعين في أقصى شمال قارة يتميز بشتيد البرودة في معظم أيام السنة يتميز بنادر سقوط الأمطار سقوط الثلوج بكميات كبيرة جدا قليل السكان يتميز بشوء حيانة بتهية في هذه المنطقة أولا تعتبر هي نادرة نوعاً ما هي وجود الضحالب ووجود الشجيرات قصيرة كذلك تعيش في هذه المناطق بعض الحيوانات ذات الفراء التي حملة انخفاض في درجة حرارة وعائشة على بعض هذه الضحالب والشجيرات هي موجودة في هذا الأقليل وبهذا دقطة كما قد نهاينا هي قارة آسيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة